في تراجع عن تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية بإعلانها قبل أيام قليلة عن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا بمن فيها القوات الأمريكية اليوم يعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون سوريا جيميس جيفري عن ضرورة إبقاء هذه القوات داخل الأراضي السورية معتبرا أن خروجها في الوقت الحالي غير مناسب لكن المبعوث الأمريكي وخلال جلسة الكونغرس جدد تأكيده على ضرورة انسحاب الميليشيات الإيرانية من سوريا معتبرا إياها أحد الأضراف التي تعمل على تغذية حالة الصراع في سوريا وتهدد استقرار المنطقة بشكل عام ولا يمكن حل الملف السوري في ظل وجودها وبرر جيفري استمرار عمليات بلاده داخل سوريا بالاشتراك مع خلفائهم بأن انسحاب القوات الأمريكية سيسمح لتنظيم داعش بالعودة ليسيطر على مناطق جديدة كما سيتيح لإيران بأن تشغل الفراغ الذي سيخلفه خروجهم واشنطن بررت أيضا وقبل أيام تمدد قواتها في الشمال السوري وإنشاء نقاط مراقبة عسكرية هناك بضرورة الفصل ما بين القوات التركية وحلفائهم من الميليشيات الكردية ومنع حدوث اصطدام بين الطرفين واضعة بذلك قدما لها في مناطق النفوذ التركي لتشكل ورقة ضغط جديدة بالمحاصصات الدولية التي تبدو واشنطن وكأنها باتت تبدي فيها اهتماما أكثر في هذه الأيام